أهلا السباحكم بألف خير وأهلا وسهلا فيكم مجدداً شهر رمضان هو شهر الخير بتكافل فيه الناس مع بعض والكل بنظر أيضاً إلى المحيط الموجود فيه عشان هيك كتير منشهد كتير من المبادرات والمجموعات اللي حتى تطورت على مدار السنوات السابقة اليوم بسعدنا نطرح أيضاً مجموعة مميزة من خمس سنوات تقريباً تشتغل في هذا الشهر الفضيل وإلها العديد من الفعاليات بس عنا يكون معنا أيضاً مبادرات ومتطوعات أيضاً في داخل الحملة معنا سهير حامد ولبناء الأعرار صباح الخير سعد صباحك كيف أنت سالمين؟ وانت سالمة كيف أصبحتوا؟ تمام عطل اليوم من شغلكم إحنا قلنا نستفيد منكم السابق يعني يمكن بالبداية للمشاهدين اللي ما سمعوا قبل عن خير وبركة ممكن تحكو لنا يعني على مدار السنوات السابقة كيف بدت فكرة خير وبركة؟ خير وبركة هي أول إشي مجموعة متطوعين لأي إشي أصحاب حبينا نستثمر وقتنا في إشي يفيد المجتمع ويفيد الناس من حولنا بلشنا بشكل كتير بسيط أنه سمعنا عن ست مريضة وبحاجة عملية فجمعنا من بعض مبلغ من الناس اللي منعرفهم وعطناهم يعني كفة حق العملية وانبسطنا فقلنا خلينا أنه نستمر بهذا العمل الخيري ويكون أكتر من هيك نساعد ناس مثلا بحاجة شهر رمضان بحاجة مثلا طرود غذائية أو أشياء زي هيك ملابس أي شيء أي حدا بحاجة نحاول نجمعه من بعضنا وبعدين طلعنا بموضوع الصفحة وكبر يعني صفحة الفيسبوك عملياً يعني تنشط أكثر المجموعة بشهر رمضان أو في فعاليات على مدار العام؟ أول شيء نحن كنا بس بشهر رمضان وبعدين حسنا أنه لازم يمكن يصير فيه متابعة للناس وأنه نتواصل معهم أكتر فسرنا منشتغل حتى يعني بالأيام العادية لبنة كيف وإن تنضميتي للمجموعة؟ أنا طبعاً صديقتي سهير وحتى نبقي الأفراد الموجودين بالمجموعة أصدقاء فأكيد منحكي مع بعض بشكل يومي تقريباً إيش عملتي اليوم شو سويت وأكيد كنا كتير نتطرق للموضوع اللي حكيت عنه سهير فإنه كان إذا فيه أي شيء ممكن نعمله تقول لي إنه إيش رأيك تشاركي وهي فأكيد أنا بحب أنه أكون من المتطوعين دايماً مع خير وبركة هاي كمان فكرة إرجابية يعني كمان مهمة للناس إنه عدد كيف الأصدقاء ممكن يستثمروا بوجودهم مع بعض إنه عن جد ممكن يكون فيه خير وبركة أصلاً في الإصحاب مش بس في الأشياء الممكن يعملوها طيب يعني سهير ممكن تطلعين أكثر يعني كم العائلات وين العائلات موجودة اللي بتتواصلوا معها؟ هلا الكم من العائلات يعني على مدى الخمسة سنين ساعدنا عدد منيح من العائلات يعني مش قدر بالزبط أحصر لأنه قبل ما كنا يعني نسجل كنا هيك بشكل يعني نوعاً ما عشوائي أنه نروح مثلاً نسمع عن عائلة في مكان الفلاني في مخيم أو في ساعات في عائلات يعني بتستغربة هن بيننا موجودين وهن في حالة يعني جداً سيئة تحت السفر يعني أنا بحكي وأنا بتأثرة من يومين زور تكمن عائلة كان وضعهم كتير سيئ فنحنا يعني حسب إذا بسمع عن عائلة في مكان معين باخد عنوانها أو رقمها وبروح عليهم بتزور العائلات بشكل أساسي فعلياً منزورهم ومنضل على تواصل معهم يعني من الجديد سرنا نضل متواصلين معهم بشكل دائم يعني من فترة لفترة منرجع منطل عليهم منتصل فيهم يعني دايماً بخلي رقمي عندهم إذا بحاجة أي شي نحنا موجودين إن شاء الله حتى أشيائي يعني ما إلها دخل مثلاً في عائلات عندها أولاد توجيهي منقول لهم ما بعد التوجيهي إذا ما معاكم مثلاً نجحوا الأولاد وما معاكم تسجلوهم خلينا في بالكم ممكن نساعدكم طب لوبنان بتتذكري زيارة العائلات اللي كمان أثرت يعني الناس تأخذوا بتعطي عملياً في كل الأمور حتى الأشياء النفسية والمادية فبتتذكري عائلة زورتيها أو خصة أثرت فيها بشكل كبير اللي خلاكي كمان تستمري تتواصلي مع أشخاص زودة تحكي للناس قديش مهم كما نساعدو أكيد بتذكر قبل سنة زورنا عائلة موجودة بيتونيا كانت فكان عددهم كبير يمكن ستة أو سبعة وفي أطفال يعني إحنا كنا حكين معهم قبل ما نروح كان في زيارة قبل بس أنا رحت بالزيارة اللي أخذنا لهم فيهم شوية أشياء للبيت فكان عندهم عدد صغار وأطفالهم يعني من سن خمس سنين لسن ستة عشر عندهم يمكن أربعة أو خمسة فهدول الأطفال كانوا كتير مبسوطين إنه مجرد إحنا موجودين معهم يعني غير إنه الكبار اللي هم مدركين إنه إحنا عم نساعد فيهم برضو كانوا كتير شكرين لهذا المزيد هاي النقطة قديش مهمة وقديش كمان تحسيها من خلال المجموعة إنه مرات مش بس الحاجة بتكون مادية مرات كمان فيه حاجة معنوية اللي هي موجودة طول الوقت في مجتمعنا يعني يمكن بالقون الأخيرة منشعروا أنها أقل ولكن قديش تشعروا أن ردة فعل الناس تكون إيجابية مجرد الزيارة والضحكة والمشاركة للخصص مع بعض يعني من الناس صراحة أنا من خلال تجربتي لقيت إنه هن كتير بيحبوا أننا نزورهم كتير بنبستوا كتير بنعجقوا بيقوموا ييرقدوا بدهم مع أنهم يعني ما عندهم بدهم يعملوا شاي بدهم يقدمونا زي ما نحنا قدمنا لهم فأنا بحس إنه الإشي كتير 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 حلو بالإضافة لأنه لما تزوري ويأخدوا عليك فيه ناس يعني مثلا بينحرجوا أو بيدايقهم هذا الموضوع بس لما تكوني هالأد لطيفة وتكوني زيارتيهم أنه أنت مش بس جاي تعملي خير أنت بتحبيهم وجاي تقعدي معهم وتزوريهم الإشي كتير حلو بيساعدك أنك تعرفي أكتر إشهن بحاجة يعني بحاجة لإله ومن ضمن الأشياء البحاجة لإهم مثلا هذول الناس طفل نفسها تروح الملاهي ما بتعرف عمرها ما راحت على الملاهي أمني تحياتي توصل الملاهي يعني هذا الموضوع كتير أثر فيي ولو ما زورتهم وحكيت معاها ما كنتش عرفت أنه هيك فقررت هاي السنة أخدهم على الملاهي هذا مهم ربنا عادة أنتو كالمجموعة المتطوعين بتقسموا المهام ما بينكم في ناس تكون في مهام موزعة بينكم أكيد طبعا عشان نقدر نشغل الإشي صح يعني إذا في يعني ناس ممكن يستلموا توزيع الناس ناس تقسم الطرود مؤخرا نعمل طرود برمضان ناس ممكن تلمي التبرعات ناس بتشتريها ناس بتوزعها بكياس طريقة وناس بتكفي عيلي مثلا وناس بتوصلها بس برمالله أو في مدن ثانية هو الصراحة إحنا حاليا نقدرين نشغل عن إطاق رمالله نحن من ضمن المجموعة قدس والخليل نحن من ضمن المجموعة هنا ساكنين في رمالله بس مثلا من طول كريم وقلقيليم هنا مستلمين كل واحد منطقته يعني في عنا حاليا منصق في كل مناطق الدفة يعني مثلا في منطقة الشمال في عنا عبد الرحمال في سامح في القدس وأبوديس وأريحة في رمالله أنا ولبناء وخالد السعدي فيه يعني بكل مكان فيه لنا ناس طب الشقة الثانية من المساعدة مين اللي يساعد الناس قديش عم تتفاعل كمان هتجيبوا الطرود وتساعد انها تعطي وتتواصل معكم وانها تقدموا كمان يمكن فيه اليوم المشاهدين حابين يعرفوا عن هذا الموضوع يعني اللي كثير كثير استغربت منه أول ما طرحنا الفكرة كنت خايفة أنه أحرج الناس سألوه شو رأيك تساعد بس أنا بتفاجأ بالناس هن اللي عم برنو بساعدو يعني أنا ما بيمروا يوم واحد إلا يكون متسلين فيي أربعة أو خمسة بدهم يتبرعوا بطرد غذائي أو مثلا بأشياء ثانية من عندهم من خزانتهم فالناس يعني كثير بيحبوا يعملوا خير بشكل يعني كبير جدا بس هن مش عارفين كيف يعني هي مسألة انه كيف يوصلوا هدول الناس وكيف يوصلوا لهم تبرعاتهم ما بيعرفوا كيف فهن مثلا أسهل عليهم انهم يتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك أو من خلال المعارف والاتصالات يعني بتصلوا فينا يعني من خلالنا نحنا من نوزع بس هنا كثير يعني فيه إقبال شديد يعني بالإضافة لأنه تطوع يعني أنا كمان استغربت من الكم الهائل من الناس اللي بدهم يتطوعوا معنا أو بدهم يروحوا يزوروا الناس إذا كنا مثلا حطين ريبورتاج أو شغلة عن عائلة معينة يعني أنا عملت شير قبل كم من يوم ريبورتاج عن عائلة يعني صار فيه هلأ ستة بدهم بس يروحوا يزوروها بشكل شخصي ويجبوا لها فلأ كثير الناس يعني طب خيان كمان نذكر الناس وكانهم يتواصلوا كمان مع خير وبركة سواء أشخاص بدهم يعلنوا عن أشخاص يمكن بعرفوا أنهم يحتاجوا لهذا النوع من الدعم أو أشخاص بدهم يدعموا صفحتهم على الفيسبوك باللغة العربية خير وبركة كمان أريد أن أسأله أدى كل مساعدة عم تعمل فرق بالنسبة للمجموعة وبالنسبة للعائلة أنه مرات الناس بتفكر أنه يعني إذا بدي أبعد أنا طاردة يعني 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 الناس بتحب بس بتقول معقول يأثر معقول يفرق فأنتي شوف تكون ردك كتير بفرق لما تفوت عند ناس اللاجتهم فاضية نهائيا كتير بفرق فرق لو حتى أنين تعصير فيها يعني يعني يمكن رح تفرق كتير بتفرق لما أطفال يناموا يومين وثلاثة من غير أكل كتير كتير بتفرق ونحن يعني بالنسبة للناس اللي بتبرعوا لازم يعرفوا أن نحنا منضلنا على تواصل مع هاي العائلة يعني لما يخلص طردهم منحاول نأمل لهم غيره يعني نحنا منكون مثلا نحطين أنه الطرد رح يكفيهم أسبوع منحاول بعد أسبوع نرجع نتواصل معاهم ونأمل لهم كمان طرد عملنا على مدى الفترة اللي نحنا منشتغل فيها عملنا أكتر من إفطار جماعي أول شيء لناس يعني عائلات مستورة كان في صاحب مطعم أبراج الزهراء هذا الزلماء سمع في خير وبركة وطلب مننا أنه هو كمان يكون زين يعني يعمل خير متطوع يعني طلب مننا نجيب ناس عشان يعني يعملهم إفطار جماعي وطبعا كثير مشكور لأنه يتعامل مع هؤلون الناس كأنهم ضيوفه يعني الأشياء اللي بقدمها يعني أحسن ما يكون يعني كثير كثير رائع هذا الزلماء ولما شاف فرحة الناس بالفتور رجع يعني أكد علينا أنه تعالوا مرة ومرتين وثلاثة فكنا يعني هلأ عمد رمضانين عملنا أكثر من فتور وأكثر من مرة كمان نعمل يوم ترفيه للأطفال كمان عملنا مرة جمع أدوية أيام غزة فكتير كان عندنا نشاطات مختلفة لبناء مخلالت رجبتك أنت قدش بتشوفي أنه المشاركة مثل هاي الأمور يعني إحنا ما منفترض أنه فيه شخص عنده أكثر من شخص آخر ولكن فيه ظروف اجتماعية تكون مختلفة ولكن أنت على مستواك الشخصي أش بتحسي أنه هذا العمل أضاف إليك أو غير حتى في كيف بتفكري في الأشياء حواليك؟ يعني أنا كثير بكون سعيدة لما بعمل أي شيء بسيط لأنه بحس أنه عم بعمل أشيء له بعد إنساني وأنه كمان هاي الناسب اللي هي أبسط مننا أو بحاجة لمساعدة ممكن تكون كثير بسيطة مش قد ما إحنا نتخيل إنها صعبة كثير رح يكون مبسوط لما يلاقي حدا يوقف جنبه أو يتذكر وعلى مدارة الثانية أكيد مش بس برمضان أخر شيء بتحب تحكي للمشاهدين لأشخاص ممكن يكونوا بدهم يقدموا الدعم وأشخاص ممكن بحتاجوا هذا الدعم إيش بتقولهم؟ يعني بدأوا لهم أنتوا الخير والبركة أي شيء بتلع منكم للناس هو خير وبركة فما تستخسروا إشي يعني مهما كان بسيط أدموا للناس شكرا لإلكم ولأ إنكم كمان جيتوا عنا واشتركتونا في قصصكم واشتركتو المشاهدين متمنى إنه كمان الناس تجاوب معكم وتتفاعل معكم يعطيكم ألف عافية ودايما نؤمن إنه الخير والبركة موجودة في كل شخص موجود فينا رح نروح فاصل ونكمل فقراتنا